السلام عليكم ورحمة الله نبقى مع البذلات الغذائية وهي السمسيم وحبوب كتان وحبوب الكسبارة والحبة السوداء والحبة رشاد والحلبة واليانسون والشمراء وحبوب شية وهي مجموعة قوية جدا وضرورية لأنها مستر الفايتوستيرول والفايتوستروجين وكذلك مستر الألياف غذائية الذائبة التي تغذي البكتيرية الصديقة في القولون ممكن أن تستهلك هذه البذلات يوميا ودائما لما بطل الناس هذه البذلات ظهرت الأمراض منها الخلل هرموني وارتفاعة تغطر أمراض القلب والشرايين وارتفاعة كوليستيرول في الدم والاتهابات على مستوى القولون تخربت البكتيرية الصديقة وهذه الأشياء وهذه البذلات مهمة للبكتيرية الصديقة اليوم نتكلم عن كيف تستعمل هذه البذلات أولا أول شيء هذه البذلات لا تستهلك لوحدها أن تكون مع الأكل هي ضرورية مع الأكل هي تحفظ الجسم من الأمراض وتحبس الأمراض وتؤخرها مثل السرطان أن تكون مع الأكل أن تكون أن تضاف لعجين الخبز أن تكون مع حساء شاعر أو مع حساء فول أن تكون مع شربة خضر أن تضاف للحريرة كذلك أن تضاف للكسكس أن تكون مع مرق مع طبيق كذلك مع بعض أن تكون مع بعض أن تكون مع بعض أن تكون مخمرة بخميرة بخميرة طبيعية حب برشاد كان يستهلك من قبل كان يستهلك مع الحليب في الصباح جيد ويضاف إلى الجبن حتى الكمون والسعتر كان يضاف إلى الجبن ويضاف إلى وجبة بركوكش والهربل حب برشاد يعمل مع الناشويات الحلبة تستهلك مع جميع الأشياء حلبة مطحونة تضاف للخبز وكذلك يانسون وشمرة أحسن طريقة للسهلة كهذه البذرات هي أن تضاف للخبز وهي الحلبة والحبة السوداء واليانسون والشمرة وحبوب الكسبارة والشية هذه البذرات تكون مع عجين الخبز الحلبة كذلك تضاف كما قلنا لحساء فول وحساء شعير وتضاف كذلك للهربل ولبركوكش ولطبيخ بالمعرق كذلك كما قلنا للكسكوس وللحريرة إذا لم تكن الحريرة بخميرة حامضة فهي تضر إذا لم تكن الحريرة حامضة فهي تضر والحريرة يضاف لها كذلك كركم ويضاف لها عدس وكل شيء ممكن أن يضاف الحريرة طماطم ومقدونس وكذبرة طرية وكما قلنا عجين حامض وهكذا تصبح الحريرة بمكونات طبية علاجية يستهلكها المصابون بالسرطان والسكاري كم ناس حتى الذين عندهم مشكل القولون ممكن أن يستهلكوا الحريرة بهذه المكونات الطبية الحلبة تعمل مع العدس لذلك كانت الوجبة التي تهيئ للمرأة لما تضع دائما فيها حلبة وعدس وهذه الأشياء تأكل بخبز كامل مرأة يأكل بخبز كامل وهذا المرأة يأكل بخبز كامل مرأة بدجاج بري لأنه غني بالحديد والبروتين والحلبة تحفز الامتصاص والمرأة تكون بحاجة إلى حديد والبروتين لما تضع وتكون بحاجة إلى فيتوستيرول وهذه الوجبة كانت تسمى كذلك برفيسة الحب السوداء كما قلنا تضاف للخبز الذين لديهم سكري أن يضاف للخبز حبوب كسبرة مطحونة وحلبة مطحونة وأن يكون الخبز بخميرة حامدة وبنخالة بدقيق كامل وتكون حلبة كما قلنا مطحونة وحبة سوداء وينسون وشمراء جميع الأشياء الحارة والمرأة جيدة للسكري الفلفل الأحمر الحار كذلك الفلفل الأخضر الحار والكبار هذه البدرات ضرورية للقلب الشرعين أن تكون في الأكل حبوب الكتان والسمسم ضرورية للقلب الشرعين وليرتفع الضغط وللخالة الهرموني عند النساء أن تضع النساء هذه البدرات دائما مع الأكل كما قلنا هذه البدرات كذلك تعمل مع النشويات وتعمل مع البقوليات تعمل مع الخضر والفواكه أن تضاف كذلك للخضر وتكون مع الفواكه الكركم يشرب مع الزنجبيل أو مع عصير رمان الكركم يشرب مع الزنجبيل أو مع عصير الرمان لتسكيل الألم جيد ولأمرض القلب الشرعين يجب أن تكون الحلبة والكبار دائما في الحريرة الكبار يجب أن يجفف الناس الكبار ويضحن ويعمل مع التوابيل مع الإبزار الإبزار يؤرق المعيدة الكبار لا يؤرق المعيدة ولا الأمعاء بالعكس هو جيد للمعيدة الكبار يعمل مع الكركم ومع حبوب الكذبارة ومع الحلبة ومع الشياء حبوب الشياء قد الكمية التي تستهلك من حبوب الشياء والتي يمكن أن يستهلك هالناس في حدود ثلاث ملاعق في اليوم جيدة حبوب الشياء ثلاث ملاعق في اليوم جيدة حبوب الكذبان ملعقتين كبيرة في اليوم جيد وتعطى للأطفال بكمية قليلة السمسم ملعقتين كبيرة في اليوم كذلك مع الأكل الحلبة نصف ملعقة كبيرة في اليوم والحب برشاد ملعقة صغيرة الحب برشاد ملعقة صغيرة في اليوم أو ملعقة كبيرة إذا كانت الأسرة تتكون من 6 أفراد أن تكون ملعقة كبيرة في وجبة واحدة الحب السوداء واليانسون والشمراء تضاف كما قلنا للخبز بدون أن تضحن حبوب كسبارة مع الحلبة تضحن وتضاف إلى الخبز أصحب سرطان ممكن أن تدخل هذه البدرات في نظامهم الغذائي بجميع أنواعه سرطان بجميع أنواعه أن تدمج هذه البدرات في جميع الوجبات وكذلك أصحاب القلب الشرايين والسكاري الذين لا يقدرون على هذه الطريقة أصحاب السكاري الذين لا يقدرون على هذه الطريقة أن يضحن خرب زائد حبوب الكسبارة ويخلط لما يفتر الشخص أو يتغدى أو يتعشى أن يتناول منه ملعقة إذا كان معهم كبار فجيد لمن يقدر على مذاق الكبار هذا مذاق الحار كذلك النساء أصحاب الخلال الهرموني أن يستهلكوا هذه البدرات بكمية قليلة مع الأكل وأن تكون دائما في نظام الغذائي ونكتفي بهذا قدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر